اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود في الدلو في منزلة سعد الأخبية وهي للحماية والضرر والضفر والعقد وطبعا حكينا ان القمر لما بيكون موجود بالدلو اغلبنا منشعر بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الاندمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة شعر مثلا او شراء جهاز استيريو او تلفزيون وتجربة طعام جديد طبعا بالنسبة للزوايا اول زاوية رح تتشكل هي ما بعد الحلقة مباشرة هي زاوية تزديث ايجابية رح تكون بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة سبعة وستة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج وهاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة اتناعش واثنين وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل فتتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاؤهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية الاخيرة اللي رح تكون معنا خلال الفترة هاي هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر واورانوس رح تكون في تمام الساعة اربعة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا ابتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني ويفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك طبعا بعد الزاوية هاي مباشرة بيصير فيه عندنا خلوه مسار طويل فعشان هيك خلوه المسار القادم رح يكون ساعة اربعة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وحتى اليوم التالي يعني اليوم سبعة ثمانية في تمام الساعة ستة واثنين واثمعشر دقيقة مساء يعني بمعنى اخر ان خلوه المسار هذا رح يكون قرابة السبعة وثلاثين ساعة ونص يعني دورة كاملة بعد حلقة الغد وهذا يعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار بالنسبة للقمر طبعا حكينا انه هو موجود بالدلو انه خلوه المسار لغاية يوم ثمانية سبعة ساعة ستة واثناشر دقيقة مساء بعدها القمر بانتقل للحوت اما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار الاحدب ستعشر يوم في تمام الساعة ستة وواحد وخمسين دقيقة مساء بصير سبعتعشر يوم نسبة الاضاءة تسعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة المزاج منتحس القمر في الدلو حتى يوم ثمانية سبعة المزاج منتزج عطارد في السرطان بيتراجع حتى يوم اثناش سبعة مزاجه منتحس الزهرة في الجوزاء حتى يوم سبعة ثمانية المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم 9-9 مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12-9 مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29-9 مزاجه ممتزج أورانوس في الثور حتى يوم 15-8 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه ممتزج بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه ممتزج وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بما أن القمر موجود في بيتك 11 معناته بالنسبة لك اليوم شخصيا أو نفسيا أحسن مشحون بطاقة إيجابية فحاول أنك تستغل الفترة هاي بشكل قوي جدا لإنجاز الأعمال المهمة والضرورية لأنه معروف أنه كمان يعني يومين رح ينتقل القمر وصير في الحوت يعني في بيت متاعبك فالفترة بتكون ضاغطة حاول أنك تنجز الأعمال المهمة بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة بتدعمك على المستوى المالي فممكن تنشغل في بعض الأمور المالية أو المكاسب المالية أو أمور إلها علاقة بالتحصيل المالي ممكن تحصل أو تحصل على مال من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أو الهبات أو نوع من أنواع المكاسب أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات يعني بتنشط بالاتصالات بشكل كبير فممكن اليوم حتى لو دخلت بنقاش أو حوار الفترة هاي بتدعمك بشكل قوي وفي نفس اللحظة بتكون مقنع بوجهة نظرك عندك نوع من أنواع الشفافية أو نوع من أنواع الحيوية حتى بحواراتك وبأسلوبك ومرغوب أثناء الحوار من الأطراف الأخرى إذا كان عندك امتحان اليوم بس أنه بدك تحاول أنك تدرس وما تعتمد على الحضوض وحاول أنه نقاشاتك تكون بدون عصبية وبدون تهور أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء متقلبة ما زالت على مستوى البيت بسبب الشمس وبسبب عطارد فلسه فيه أمور العلاقة بالبيت أو بالعقارات أو بالعائلة أو حوارات العائلة أو اجتماعات العائلة أو التزامات أو ترميمات أو تصديحات يعني أشياء فيه لها عبء من داخل البيت أو مكونات البيت شوي ممكن تكون ضغطة عليك ممكن تدخله بنقاشات حد اليوم أو يكون فيه أمر مقلق بسبب أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية جيد اليوم تشحنك بطاقة إيجابية وبتعمل تقارب ما بينك وبين الأحبة فبتحمل لك إما لقاء أو نوع من أنواع تراجع عن قرار أو نوع مصالحة برضو بدعمك الحظ في بعض المسائل فممكن اليوم يكون فيه كثير مكاسب لإلك فيه منك رح يهتم بشؤون إلى علاقة بأحد أفراد العائلة المقربين أو الأحبة أو أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضاغطة على مستوى العمل فممكن يتراكم عندك العمل أو يكون العمل مجهد زيادة عن اللزوم أو عليك الاتزامات كثيرة بالعمل فبتتحرك بأكثر من اتجاه ويكون عندك أكثر من تصرف خلال هذا اليوم يعني شوي بيكون بده تركيز ولكن بالمقابل بدك تنتبه لوضعك الصحي لأن الأمور شوي فيها نوع من أنواع اللبكة أو الاضطراب على الوضع الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا على مستوى بيت الشراكي يعني شوي فيها نوع من أنواع الضغوط ممكن يخالفك الشريك في مسألة معينة وهلها علاقة بالأزواج تحديدا غير شركاء المال فعشان هيك ممكن يخالفك الشريك في مسألة أو تتحسس من تصرف معين فتنزعج أو تضطرب بسبب سوء تفاهم حاول أنك تمسك أعصابك وما تدخل بنقاشات حادة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأموال المشتركة شوي بتحملك نوع من أنواع الحدية فممكن تتطرب بسبب مسألة مالية أو تراكم مسائل مالية أو تنزعج بسبب تقلب أشياء إلها علاقة بالأمور المالية إما إلها علاقة بالبورصة أو بالأسهم أو بالعملة أو اضطراب في بعض المسائل المالية اللي إلها علاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء يعني تقريبا نقدر نحكي جيدة بتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن يكون لك نوع من أنواع التفاهم مع مؤسسة تعليمية أو يكون عندك مناقشة أو امتحان أو تنشط بالتحركات والاتصالات البعيدة أهم إشي أنك إذا دخلت بحوار أو نقاش اليوم العلاقة بالفلسفة أو الدين أو السياسة ما تحتد وما تعصب أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة ما زال فيه نوع من أنواع الضغط البسيط فحاول قدر الإمكان أنه تعيح تياطا ما تخالف القوانين وما تجازف وما تدخل بأعمال مشبوهة لأنه شوي الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط السلبي فشوي بدها نوع من أنواع التركيز أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا تنشط اليوم اجتماعيا وبتسعدوا في لقاء الأصدقاء هذا الغالب رح يكون عليكم خلال هذا اليوم العلاقات الاجتماعية ولقاء الأصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة يعني الأجواء شوي بتكون بالفترة هاي داعمة للعمل ضمن مجموعة ممكن تخوض مجالات عديدة ومتنوعة أهم شيء أنك تنظم جدول أعمالك تحسبا لضيق الوقت أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة بتساعدك على إنجاز كثير من الأعمال وبرضو بتساعد على حل بعض الأمور اللي بتكون مستعصية ممكن تهتم بأمور إلها علاقة بالتغذية أو إلها علاقة بالأدوية أو المكملات الغذائية أو برنامج إلها علاقة بالحركة أو النشاط أو الرياضة حاول قدر الإمكان إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وفي نفس اللحظة ممكن تحمل لك قلق على صحة أحد الأحبة برج الثور طبعا القمر موجود في بيتك العاشر يعني موجود في الحوت هو في الدلو فهو يعني شوي فيه بيعمل لك بعض العلامات الاستفهام ممكن يضغط على الوضع النفسي عندك أو يعمل تقلب الوضع النفسي أو قلق من مسألة معينة أو يخلي فيه عندك نوع من أنواع الوسواس أو العصبية اللي بتكون الزيادة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع الإيجابية على المستوى المالي فهاي بتخليك تركز أكثر على المسائل المالية بتحمل نوع من أنواع التطورات ومكاسب أو اهتمامات تحصيل أو مطالبات مالية أو الاهتمام بتنظيم شؤونك المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط والسلبية بتعمل نوع من أنواع التقلب عندك في المزاج والعصبية والحدية ممكن تكثر بكثير من النشاطات أو الاتصالات خلال هذا اليوم ولكن ممكن هذه الاتصالات والتحركات تبوء بالفشل بسبب أنه ما تعجب الطرف الثاني أو تتحمل مسؤولية هذه الأشياء أهم مش أنك تمسك عصبيتك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت إجمالا إيجابية بتدعمك وتعمل تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أو بتحمل نوع من أنواع المصالحة أو أشياء إلها علاقة بالنقاشات أو الاهتمام بشأن عائلي أو بشأن أحد أفراد العائلة ممكن تنشط بأمور إلها علاقة بالتصريحات أو الترميمات أو أمور إلها علاقة بالأعمال البيتية ولكن أثناء النقاشات حاول أنك أنت تمسك عصابك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة وبتدعمك اليوم شيئا ما بالتقارب مع الحبيب أو التلاقي معه بمسألة معينة أهم شيئا أنك تمسك عصابك في أثناء أنه استفزك أو عصبك أو صار أي شيء يعني بدك تحكم الأمور اللي إلها علاقة بتقلب المزاج ممكن أنه يكون لك اليوم برضو اهتمام بأحد الأبناء أو أحد الأحبة أو السير بموضوع إلو علاقة بخطبة أو رؤية عروس أو أشياء إلها علاقة بفرحة أو خبر مفرح إلو علاقة بهذا النمط بتعلق إما بأحد الأحبة أو بأحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط على مستوى العمل فممكن يتراكم عندك العمل أو تنشط في كثير من الأمور خلال هذا اليوم أهم شيئا أنك تحافظ على صحتك وتنجز الأعمال وما تخليها تتراكم لليوم الثاني حتى لو عملت ساعات إضافية بس الأهم أنك تراقب صحتك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة لهذا النهار فممكن اليوم يكون في نوع من أنواع التلاقي ما بينك وبين الشريك شريك المال أو شريك العاطفة ولكن أهم شيئا أنه لو حملك المسئولية على بعض الأخطاء أو دخل معك بنقاشات أو حاول أنه يسيلك ما تتحسس على أساس أنه ما تكبر الأمور يعني بدك تحط في بالك أنه الإختلاف بالرأي ما بيفسد للود قضية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء فيها يعني نوع من أنواع الإيجابية بتساعدك على إنجاز بعض الأعمال البنكية أو الأمور اللي إلها علاقة بأشياء تتحى يعني إلها علاقة في البنوك أو الضريبة أو التأمين أو الأموال المشتركة ممكن تنشط ببعض المسائل اللي إلها علاقة بقروض أو ديون أو بترتيب بعض الفواتير أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط على مستوى الاتصالات البعيدة فممكن يصل لك خبر من بعيد يعني سيئك أو أنت تتفقد شخص وضعه تعبان أو عنده مشكلة معينة خارج البلاد أو تهتم بأمور إلها علاقة بالمراسلات أو المؤسسات التعليمية إذا كان عندك امتحان أو مناقشة أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما إذا كان الموضوع أوراق قانوني ومعاملات ممكن تواجه بعض التعطيلات في المؤسسات أو الدوائر الحكومية ولكن في النهاية بتنجزها أما بالنسبة للبيت العاشر فهذا اليوم مناسب للي بيبحث عن عمل وبينجح في إثبات جدارتكم أمام المسؤولين أهم شيء أنك تحافظ على إنجازاتك القائمة ما تشوه سمعتك الظروف فيها نوع من أنواع الضغط وممكن تحمل لك فرصة لعمل مهم كون منتبه لك كل شيء وما تترك الطيش والسهو يتسببوا بأخطاء لا تغتفر أما بالنسبة لبيت الأصدقاء يعني شوي الأجواء تقريبا روتينية يعني بتتعامل على حسب طبيعتك مع الأصدقاء ممكن تحمل لك لقاء أو تعارف أو تواصل مع بعض الأشخاص اللي يساهموا أو يساعدوك في مسألة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة بتساعدك على إنجاز الأعمال وما بتخليها تتراكم عندك لأنه عندك شوية نشاط عالي فممكن تهتم برضو ببعض المسائل اللي إلها علاقة ما بالصحة أو بصحة أحد الأحبة طبعا القمر اليوم في بيت حليف لا إلك عشان هيك بساعدك في كثير من الأمور وبعطيك طاقة إيجابية عندك ثقة بالنفس وعندك حيوية عالية وبرضو عندك يعني نشاط عالي أو ممكن تنجز أشياء إيجابية وتساهم أو تساعد في تحقيق مرادك خلال هذا اليوم أهم إش أنك تخرج للعمل أو تستغل هاي الفترة وفي نفس اللحظة تركز بالأشياء اللي بدك إياها بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء جيدة وبتدعمك بشكل قوي على مستوى الوضع الشخصي فعندك ثقة عالية بنفسك أو بشخصيتك ملفت للانتباه برضو يعني فيه نوع من أنواع لفت الانتباه باتجاه الطرف الجنس الآخر ممكن تسمع نوع من أنواع كلام الإطراء أو إثناء على بعض الأمور أما بالنسبة للبيت الثاني فما زالت الأمور المالية هي المربكة بالنسبة لي لك يعني لو لا أنه كل الأشياء الإيجابية الموجودة لو أنه كل شيء إيجابي ولكن الوضع المالي شوي هو المربك أو التفكير في المسائل المالية أو الدفعات أو الارتباطات أو أشياء إلها علاقة بتطورات مالية أو ديون أو التزامات أو ضغط عليك في مكان العمل أو تأخير عمل يعني أشياء من هذا القبيل اللي بتضغط على المستوى المالي فحاول برضو أنك أنت ما تزيد الأمور أكثر وتبالغ بمصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى تنقلاتك وحواراتك واتصالاتك برضو أنت مقنع في اتخاذ القرارات إلا أنه شوي بكون عندك نوع من أنواع الأنانية ما تزعل مني يعني بتفكر في حالك أكثر ما بتفكر في اللي حواليك فعشان هيك بدك تدير بالك لأنه هاي الشغلة ممكن أنها تسيء للأطراف اللي حواليك أو أنها تفتح أبواب نقاش حاد جداً أو في بعض الانتقادات اللاذعة بتكون لا إلك حاول برضو أنك أنت أثناء تحركاتك أنك تكون حذر وبرضو ما تبالغ وما تندفع وما تتهور أثناء كلامك أو أثناء تحركاتك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت يعني تقريباً نقدر نحكي إنها إيجابية ممكن تنشط بمسائل عائلية أو مسائل إلها علاقة بالعقارات أو ترتيبات أو مصالحات أو تصليحات أو مساعدات عائلية فممكن تهتم بأحد أفراد العائلة أو بموضوع معين أو بنقاش معين أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي فما زالت الأجواء بتدعمك وممكن تتعزز علاقة عاطفية أو تتقارب أنت والحبيب خلال هذا اليوم وممكن برضو أنه يكون فيه نوع من أنواع التفاهم مع أحد الأحبة أو مع أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل شيئاً ما إلا أنه ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو أنت تأجل بعض الأعمال لليوم الآخر وهذا الإشي رح ينحسب عليك سيئة عندك القدرة على إنجاز أعمالك فإنجازها وما تخليها تتراكم أهم شيء أنك تتراقب الوضع الصحي برضو بشكل مباشر أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى الأمور الشراكة فهي بتقارب ما بينك وبين الشريك بالعاطفي أو الزواج أو العمل فعشان هيك ممكن أنه هاي الفترة يعني شوي تحمل نوع من أنواع الخلافات إما أنك أنت بتخسر معرفة قديمة أو علاقة قديمة أو بتبدأ بعلاقة عاطفية جديدة أهم شيء أنك أنت ما تدخل بحوارات حدي وما تسيء أثناء الحديث أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا يعني بتضغط على مستوى الأموال المشتركة فممكن أن تحمل لك الفترة هاي بعض الاهتمامات لحسابات أو ديون أو ترتيبات مالية ممكن شوي يكون فيها نوع من أنواع الضغط أو نوع من أنواع الجهد لترتيبها خصوصا الديون والقروض والأشياء هاي أو الأمور اللي إلها علاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالقمر طبعا موجود فيه فعشان هيك اليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة إما بالسفر أو الاتصالات اللي بعيدة بتعززوا رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم بوسعكم اجتياز امتحان ممكن تسافر أو توقع على عقد أو تروج لموهبة أو لاهتماماتك أهميش أنك تكون جريء وما ترتبك في المواقف المهمة والصعبة بل اثبت أو ثبت طاقتك وجدارتك بالمواقع المتقدمة يعني هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع الانفراج الجيد بالنسبة لك أنه ركزت فيه أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فما نقول لك أنه حاول أنك تحافظ على سمعتك ما تدخل بخلافات أو ما تدخل بنقاشات مع زملائك أو رؤسائك بالعمل ما تخلف القوانين ما تتأخر عن دوامك برضو ما تجازف بسمعتك ببعض الأعمال اللي شوي ممكن تكون مربكة أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد وبيدعمك على مستوى علاقاتك وأصدقائك وبيعمل تقارب ما بينك وبين الأصدقاء فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تلاقي مع الأصدقاء أو تقارب ما بينك وبينهم أما بالنسبة لبيت المتاعب بيتك 12 يعني الأجواء تقريبا جيدة حاول أنك أنت يعني بساعدك هو على إنجاز الأعمال وما تخليها تتراكم وبالمقابل برضو بتدعمك على المستوى الصحي والنفسي أهم شيء أنه هاي الفترة ممكن تحمل لك قلق أو اهتمام بصحة أحد الأحبة أو التراسل مع مريض أو الاتمئنان على صحة مريض برج السرطان طبعا ما زالت الأمور بما أنه عطارد لسه بتراجع في بيتكم الأول والشمس موجودة لسه ما أعطتك كامل طاقتها فعشان هيك التقلب بالمزاج هاد ما زال مسيطر صحيح أنه يعني بختلف من يوم ليوم ولكن هذا من الأيام اللي بيكون فيه نوع من أنواع الصعوبة شوي بدك تركز بدك تدعم حالك بطاقة إيجابية وما تخلي أي أمور تستفزك حاول أنك تختلط بالمجتمع وتخرج لتغيير الجو أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا جيدة على المستوى المالي بتحقق بعض الإنجازات المالية خلال هذا اليوم ممكن مكاسب ممكن أمور إلها علاقة بالمستردات أو مطالبات مالية لأموال بتعود لك أو ترتيب بعض الحسابات وبكون ناجح بالنسبة لإلك أهم شيء أنك أنت ترتب وضعك بشكل إيجابي ماليا وتحاول أنك ما تبذر أموالك أو ما تدخل عن المصاريف في أشياء أنت مش بحاجتها أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك بشكل قوي على مستوى الاتصالات والحوارات صحيح أنه في عندك شوية عصبية أو تقلّف المزاج ولكن أنه حاول أنك تستغل فترة هاي مثمرة بتحقيق بعض المسائل بشكل إيجابي إن استغلتها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالبيت الرابع برضو بدعمك على مستوى العلاقات المنزلية والعائلية وبعمل تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تحمل لك هاي الفترة شوية أمور إلها علاقة بالتصالح أو التراجع عن قرار سابق بتعلق في البيت أو أفراد العائلة أو الإخوة أو الأحبة أو يعني الأب والأم ممكن شوية تكون معصب في قراراتك الفترة الماضية ولكن الفترة هاي يعني في مجال للتراجع عن قرار أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة زي ما حكينا بالبيت أو بكل ما يحتويه البيت والعائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي شوي متقلبي خلال هذا النهار يعني شوي مزاجك متعكر فممكن تتحسس من موقف معين أو تعصب على موقف معين بتعلق في أحد الأحبة أو حوارك مع الحبيب أو في أحد الأبناء أو في أحد أفراد العائلة المهمين اللي هم زي الأب والأم حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية أماء وتمسك عصابك بدون نقاشات أو خلافات أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتدعمك على مستوى العمل اليوم عندك قدرة على إنجاز كثير من الأعمال وعندك رغبة عالية جدا للعمل ولكن برضو بدك تهتم لوضعك الصحي ونصيحة ما تأجل أعمالك ليوم ثاني حاول تنجز كل الأعمال وما تخليها تتراكم عليك أما بالنسبة للبيت السابع فما زالت الأجواء يعني بتحمل نوع من أنواع التوترات أثناء التعامل مع شريك المال أو شريك العاطف اللي هم الأزواج فممكن تحتد أو تتحسس أو تعصب بسبب سوء تفاهم أو بسبب انتقادك بمسألة معينة أو اتهامك بتقصيرك بشيء معين فهذا الإشي يستفزك ويعصبك ويخليك شوي تحتد ما في داعي للخلافات إذا يعني حتى لو تخالفت في وجهة النظر يعني ممكن الأجواء يتكون الفترة الجاي أحسن ولكن ما تكبر الأمور أما بالنسبة للبيت الثامن طبعا اللي موجود في القمر عشان يك الفترة هاي بتنهمكو في عادة تنظيم أموركم المالية المشتركة الفرصة بتكون متاحة لمكسب من شراكي أو تعويض مع هيك بتكون تخففه من النفقات حاول ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة وصحح الانطباعات عنك وكون واثق من نفسك ومن كفاتك وما تسمح لأحد بالتشكيك بقدرتك ممكن تنشغل بالفترة هاي بملف بملف أو بإدارة ملف أو بأمور إدارية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء برضو جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات لبعيدة أو تواصل مع أشخاص قارج البلاد ممكن تقلق بصحة أحد الأشخاص قارج البلاد أو بموضوع يتعلق بدولة خارجية أو بمكان بعيد ممكن هذا الملف إلو علاقة بالدراسة أو بالتعليم أو بمؤسسة تعليمية أو بأمور إلها علاقة بالسفر أو الإقامة أو أشياء من هذا القبيل يعني الأجواء فيها بعض السلبيات ولكن أنه الفترة القادمة إن شاء الله إنها بتتحسن الأجواء بشكل إيجابي إذا كان عندك مناقشة أو امتحان خلال اليوم يعني حاول أنك تركز بشكل جيد حاول أنك ما تعصب ما تنفعل وبرضو ما تتسرع بالإجابات وأدرس وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا بتدفعك يعني لا إما للكلام اللي بيكون جارح أو اللاذع حاول أنك تمسك عصابك وبرضو ما تدخل بمغامرات أو مجازفات بالفترة هاي لأنه شوي الأمور برضو مش لصالحك فعشان هيك لا تخالف القوانين وما تدخل بأعمال مشبوهة وما تغامر بدون دراسة الشيء اللي أنت بتغامر فيه وفي نفس اللحظة برضو بدك يتراقب أنه أنت ما تتأخر عن دوامك وما تدخل بخلافات مع زملائك أو رؤسائك بالعمل صحيح أنه هو بيدعمك بقوة في مكان عملك أو بيخليك مقدام أو جريء جدا بس ما تخلي الجراءة هاي توصل لمرحلة التهور أما بالنسبة لبيتك الـ 11 فهذا بيت الأصدقاء شوي بمشي بعض الأمور أو العلاقات أو اللقاءات فممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء خلال الفترة هاي ولكن ما تستاء من تصرف أو من انتقاد أو من كلمات بيوجهها إلك أو لغيرك اللي هو الصديق أو الأصدقاء ممكن تطلب شيء من صديق بالفترة هاي ولكن ممكن أن يأجل الموضوع أو يتهرب من مساعدتك فعادي استقبل الموضوع يومين وبعدين الأمور كلها بتصير لصالحك بشكل أقوى أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا الأجواء داعملة إلك بشكل قوي فهي بتساعد على إنجاز بعض الأعمال أو قدرتك على إنجاز الأعمال ما بتخليها تتراكم عندك إدارة أو تنظيم خلال هذا اليوم لإدارة أمورك ممكن تنتم ببعض المسائل الصحية أو تطلع نتيجة صحية بشكل إيجابي أهم شيء إنك ما تخلي الوسواس إنه يسيطر عليك ولا الأفكار السودة إنها تتحكم فيك لأنه مش بحاجتها أنت بكفي إنه عطارت بيتراجع عندك فهذا يفي بالغرض فما تكملها حالك ببيوت أخرى برج الأسد طبعا بما أنه القمر انتقل الآن وصار في البيت السادس لا إلك بالبيت السابع لا إلك مقابلك مباشرة في الدلو وعندك مجموعة الكواكب اللي في البيت السادس فطبعا أهم نقاط بتتركز عليها الفترة هاي اللي هي الأمور الصحية والتقلبات الصحية والإضطرابات الصحية والأمور اللي إلها علاقة بتراكمات العمل والطاقة اللي بتكون نازلة فعشان هيك أهم نقاط هاي تركز عليها خلال الفترة هاي لأنه بالمقابل الوضع الشخصي عندك عن مستوى البيت الأول بضغطك نفسيا فسهل جدا أنك تنشحن بطاقة سلبية سهل جدا أنك أنت تنطوي على نفسك تبتعد عن الرؤية ما تختلط بالمجتمع الشوي يكون فيه حتى لو اختلطت بالمجتمع بيكون لك ما في مزاج أو تقلب بالمزاج حاول أنك تشحن حالة بطاقة إيجابية عشان تبعد عن مراحل الاكتئاب أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا يعني شوي فيها نوع من أنواع الفرص المالية اللي ممكن تيجي يعني نوع من أنواع تحصيل المالي اللي بيجي من عمل إضافي أو نوع من أنواع المستردات أو ديون لإلك بتستردها أو هبات مساعدات نوع من أنواع الدعم ولكن بالمقابل حاول أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنها يعني جيدة ولكن العصبية بتغلب عليك فعشان هيك في أثناء اتصالاتك أو حواراتك أو مناقشاتك امسك أعصابك ما تعصب وما تحتد إذا كان عندك امتحان أو مقابلة خلال هذا اليوم بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض برضو هاي الأجواء شوي بتخلي الجهاز العصبي يكون فيه نوع من أنواع التوتر فعشان هيك بتلاقي دائما المعدة بالفترة هاي ضيق النفس ألام الصدر يعني هاي كلها أول أشياء الليلها علاقة بالأعصاب هي أكثر عرضة للتعب أو للإرهاق أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها جيدة على مستوى البيت بتدعمك وبتقارب ما بينك وبين الأشخاص أو أفراد العائلة أو يعني بتساعدك في بعض المسائل البيتية فممكن تتقارب أنت وأحد أفراد العائلة أو تحمل هاي الفترة لقاء أو تعاون على مسألة معينة أو الاهتمام بأمور بيتية زي مشترات سلعة معينة أو ترتيب أو ديكور أو تصليحات أو مصالحات أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي شوي فيها نوع من أنواع الدعم يعني بتساعدك على المستوى العاطفي ممكن تقارب ما بينك وبين الحبيب أو اطمئنان الحبيب عليك أو تعاطف الحبيب معك ولكن بالمقابل حاول إنك أنت تطلع من الجو الضغط هاي والتشنجات اللي يعني شوي ممكن تتجاوزها ممكن يكون لك اليوم نوع من أنواع العتب أو المواجهة مع أحد الأحبة أو مع أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فتقريبا الأجواء يعني فيها نوع من أنواع الضغط على مستوى العمل أو طلق على مسألة إلها علاقة بالعمل أو بمكان العمل أو مع أفراد أو أصدقاء إلك أو زملاء يعني شوي بتكون الأجواء فيها نوع من أنواع التقلب أو الحدية وبرضو راعي أمورك الصحية من التقلبات المفاجئة أما بالنسبة للبيت السابع فالقمر طبعا موجود مقابلك ليش إحنا ركزنا على الصحة في كثير من البيوت لأنه بوجود القمر في بيت الشراكي مقابلك مباشرة في الدلو بيسحب من طاقتك صحيح بيعزز الأمور اللي إلها علاقة بالشراكي ولكن بالمقابل بيقلل من طاقتك فبتصير عرضة للأمراض أو للأوجاع أو للتقلبات بالمزاج عشان هيك اليوم القمر رح يعطيك بعض المزايا أنه بركز اهتمامك حول موضوع الشراكي الشراكي المالية والعاطفية وخصوصا علاقتكم بالأزواج ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفة هذه الفترة يعني تعتبر من الأسوأ لأنه القمر لما بيكون بالمقابل دائما بيكون بالسادس والسابع والثامن دائما بيكون بالأسوأ وهو الآن موجود بالسابع يعني ببؤرة الضغط النفسي لأنه هذه الفترة بتكون أكثر تهديد لاستقرارك حاذر من الفضائح ممكن يتميل لفرض الرأي على الآخرين حاول إيجاد المخارج أو الحلول دون تشنج أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا الأجواء ممكن تحمل لك بعض الفرص المالية المشتركة يعني أموال مشتركة أو قضايا مشتركة أو أمور إلها علاقة بالبنوك ضريبة تأمين تحصيل بعض الديون اللي لا إلك ترتيب أوراق نقدية أو ترتيب أمور إلها علاقة بالشقات أو الكنبيلات أو الديون أو القروض ولكن برضو بدك تحافظ على مقتنياتك من الضياع أو السرقة وبدك تبتعد عن كفالة أو ضمانة أي شخص بالفترة هاي لأنه أنت مش بتركيز كامل فسهل جدا النصب عليك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بدعمك للتنقلات للاتصالات البعيدة لتفشش بأمور بعيدة مشتريات عبر التسوق أمور إلها علاقة بالدراسة إلها علاقة بالسفر إلها علاقة بأشخاص خارج البلاد ممكن تعتب على بعض الأشخاص ممكن تمتنع عن الرد على بعض الأشخاص ممكن تزعل أو تأخذ على بالك من تصرف أشخاص خارج البلاد ممكن تقلق عليهم برضو يعني الأمور مقربطة على مستوى البيت التاسع أهم شيء إذا عندك مقابلة أو امتحان حاول أنك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضور أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا يعني بتحملك بعض الفرص على مستوى علاقاتك ومعارفك وبتقارب ما بين بعض العلاقات وممكن تنشط بأمور العلاقة بمكان العمل أو مجال العمل ممكن تعزز الثقة بنفسك أو تعزز علاقة ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل بشكل إيجابي ممكن تسمع بعض كلام العلاقة بالإطراء أو الثناء على بعض الإنجازات أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك على مستوى علاقاتك وأصدقائك فهذه الفترة بقارب ما بينك وبين أصدقاء أو بعرفك على أصدقاء جدد أو على علاقات جدد فممكن تنشط اجتماعيا أو تتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء ما تتهرب حاول أنك تخرج وتشوف الناس بالفترة أو تختلط بالمجتمع عشان تكون تستفيد أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية بدل الضغط اللي أنت عايش فيه أما بالنسبة لبيت 12 فما زال بيت المتاعب ضاغط هو دائما في ضغطه بسبب بعض الخلافات أو اكتشاف أشياء كانت مغيبة عنك بالفترة الماضية ممكن الضغط هذا يكون على مستوى العمل ممكن يكون على مستوى الصحة ممكن إلغاء في آخر لحظة أشياء بتكون مقررة لا إلك ممكن تهرب بعض الأشخاص ممكن تكتشف أشخاص أو خمف أشخاص أو ناس بتتآمر عليك يعني شوي الأمور بتكون بحاجة للمراقبة بشكل جيد والاهتمام بشكل جيد وفي نفس اللحظة ما تتفاجأ يعني كأنك عارف أنه هذا الأمر ممكن أنه أي واحد في هاي الأمور يحدث بالفترة هاي برج العذراء طبعا انتقل الآن القمر وصار موجود في بيتك السادس في بيت العمل فعشان هاي الفترة هاي بتركز على العمل أو عقلك تجاري أكثر أكثر من اهتمامك بنفسك أكثر من اهتمامك بتجميلك طبعا على حسب طالعك ولكن الأغلب رح يكون الأغلب عنده العمل والصحة هدول أهم نقطتين رح تتركز عليه بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الأول فبتلاقي أنه شخصيتك حتى متقلب خلال هذا اليوم وبيغلب عليك الطابع العصبي لأنه أنت مركز على موضوع معين مش حابب أنك تشت على مواضيع تانية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط على المستوى المالي فعي الفترة بتحمل بعض المصاريف أو الدفعات أو الالتزامات أو قلق بسبب وضع مالي معين ممكن شوي يوترك أو ممكن يعني يخليك تحتد ممكن الطالب ببعض الديون لا إلكم ما تحصلها ممكن بعض المكتسبات وما تجيك ممكن الطالب بنوع من أنواع المساعدة ويخذلوك ممكن تكون مخطط أنه هذا المال جايني من هذا الباب ولكن فجأة تطلع أمور عكس اللي أنت رتبته تكثر عليك المصاريف والمتطلبات بالفترة هاي حاول أنك تركز بشكل إيجابي على الأمور هاي وتركز عليها بدون عصبية لأنه هاي بدها تركيز وبدها عقل أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء برضو يعني فيها نوع من أنواع الحدية والعصبية أثناء اتصالاتك أثناء حواراتك أثناء نقاشاتك برضو فيه بتعطي تسرع للي عندهم امتحانات بالإيجابي أو تسليم الورق أو عدم التركيز فعشان هيك اللي عندهم امتحانات بدهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضوض وتمسكوا عصبيتكم هيك وتحاول أنك تجمدها وتنتبه أثناء القيادة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية أو الإيجابية اللي بتقارب ما بينك وبين أفراد العائلة تعمل نوع من أنواع المصالحات أو التقارب أو أشياء عائلية ممكن شوي يكون فيها مواضيع يعني شوي بحاجة للنقاش أو للحوار ممكن تكتشف بعض الأشياء اللي تفاجأك أو تصدمك من أحد أفراد العائلة ولكن إجمالا الأجواء بالنسبة لك أنت قادر تسيطر عليها بشكل إيجابي ممكن تهتم بأشؤون العلاقة بالبيت أو بالعقار أو تصليح أو ترتيب أو مشتريات أو التزامات أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي شوي الأجواء بتحمل نوع من أنواع التقلب والعصبية والحدية خلال هذا اليوم فممكن تحتد وتعصب على أحد الأحبة أو على الحبيب أو على أحد الوالدين حاول أن أحد الوالدين هاي تتفاداها حتى لو استفزوك حاول أنك تمست أعصابك ما تحاول أنك تحكم على الموضوع بس مجرد ما أنك أخذت رؤوس أقلام عنه أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا القمر موجود فيه وهذا بيت العمل وبيت الصحة فعشان هيك ممكن تتراكم عندك الأعمال وبرضو عندك قدرة على مواجهة وإنجاز حصة الأسد منه يعني فيه طاقة بتدعمه ولكن بدك تحط أنه ضغط الكبير أنه بخلي الأعمال تتراكم أو عدم الرغبة بإنجاز كثير من الأعمال خلال هذا اليوم نظموا جدول غذائكم واخذوا قصد كافي من الراحة بتلازمك الواجبات وبترافقك مشاعر مختلفة معظمها فيها قلق نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير أو تأخير ما تهمل صحتك ولا الواجبات اتجاه الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي شيئا ما هي يعني فيها نوع من أنواع السيطرة تعمل نوع من أنواع الانسجام أو التقارب ما بينك وبين الشريك فهي بتعمل نوع من المصالحة أو التلاقي أو حل مسألة معينة أو ممكن أمور إلها علاقة بالتقارب أنت والشريك أهم إشي أنك ما توجه انتقادات لاذعة وتخرب الأجواء وخصوصا بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فتدفعك بالاتجاه المالي يعني بتعزز الأمور المالية طاقة على مستوى التفكير المالي أو ترتيب الفواتير أو المطالبات وممكن بعض المطالبات تحتد فيها أو تعصب أو بعض الأمور اللي بحاجة لتركيز مالي أو أوراق قانونية ممكن تدفعك لمخالفة القوانين حتى لإنجازها حاول أنك ما تخالف القوانين وما تدخل بأشياء مشبوهة ممكن تنشط بأمور إلها علاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين لأنه برضو ليش أنا بقولك ما تجازف في الأمور هذيك لأنه الأوضاع مش مساعدة لإلك فعشانك ممكن تنعكس عليك سلبيا أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا بتحمل نوع من أنواع المفاجآت على مستوى أمور إلها علاقة بخارج البلاد إما خبر من خارج البلاد باستفزك حوار مثلا ممكن يستفزك تقلب بالمزاج مع أحد الأشخاص خارج البلاد أو تلاقي العلاقة الذبذبة بينك وبين شخص أمور إلها علاقة بالسفر أو إلها علاقة بالمراسلات أو إلها علاقة بالامتحانات أو بالمؤسسات التعليمية أهم إيش إذا عندك إمتحان أو مناقشة ممكن تتفاجأ بأشياء غريبة عجيبة خلال هذا النهار فحاول تكون مستعد ودارس بشكل جيد عشان ما تصير مفاجآت تكون محبطة أو مربكة لعلك أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى العلاقات وعلى مستوى العمل وعلى مستوى أنها بتحمل لك فرص إلها علاقة بالعمل فممكن اليوم تقدم على وظيفة وأنت واثق من نفسك ممكن تناقش أو تقابل أو برضو على مستوى عملك ممكن تنجز بعض الأشياء اللي تكون لصالحك أو تدعمك بشكل قوي أو تنهي مسائل إلها علاقة بمشاكل بالعمل أو ممكن يلتفت لك رؤسائك بالعمل فيتوجه لك نوع من أنواع الإطراء أو الثناء أو تعاون ما بينك و بينهم برضو ممكن تتعاون أنت و بعض الزملاء لإنجاز بعض الملفات الإدارية أما بالنسبة لبيتك 11 فهو متقلب على مستوى الأصدقاء عشان هيك بالفترة هاي ما بيهمك كثير موضوع لأصدقاء لأنه شوي فيه خيبات أمل في نوع من أنواع الضغط فيه مستاء من بعض التصرفات محتد من بعض العلاقات فعشان هيك شوي بتحاوي أنك أنت تنطوي أو تبتعد عن الرؤية أو عن المكان أو ما تحتك بشكل مباشر عشان ما تصير يعني مواجهات حد الفترة هاي كفيلة بأنها تعري أو تكشف أي ضعف أو أي زيف بأي علاقة أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء بتدعمك فهاي بتساعدك على إنجاز الأعمال أو على قدرتك على إنجاز بعض الأعمال ممكن إنها تساعدك برضو في تجاوز محن إلها علاقة بالتوتر أو التقلبات الصحية ممكن برضو تساعدك بأمور إلها علاقة بالتغذي أو برنامج غذائي أو مراقبة الصحة أو بتعطيك نشاط للحركة أو للرياضة مثلا يحاول إنك تستفيد منها بالأشياء الصحية والعملية برج الميزان أو عم في أشخاص بيسألوا بيقولك شو سبب إنه التقلب هذا اللي بيصير عن موليد برج الميزان بشكل مفاجئ أو الضغوطات اللي بتصير عليهم عادة لما بيكون القمر أو الكواكب الصعبة موجودة في البيت الرابع لإلهم أو أربع بيوت يعني بيعد أربعة بأربعة 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 يعني أربعة أول أربعة مثلا ميزان الجدي مقابل الجدي السرطان برضو هذا أربعة لإلوه يعني بتعد أربع أبراج قبله أو بعده ومقابلته هدولة دائما بسببوا نوع من أنواع الضغط لأي برج فعشان هيك أنتوا كل الكواكب موجودة أو الشمس وعطارت تحديدا هم المراكزين تماما موجودين تربيع معاك في بيتك العاشر وبالمقابل برضو موجود عندك أنت الزحل وبلوتو والمشتري اللي بيتراجعوا في بيتك الرابع فهدولة بسببوا نوع من أنواع الضغط والتقلبات على مستويات كثيرة لإلك وبرضو تواجد أورانوس في الثور فعشان هيك الفترة هاي برضو بتكون صعبة على موليد برج الميزان بشكل سلبي فعشان هيك نفسيتهم بتكون متقلبة وبصير عندهم أشياء مفاجئة خلال الفترة هاي وبرضو بصير عندهم نوع من أنواع تقلب المزاج أو نوع من أنواع الإحباطات النفسية طبعا هذا على مستوى البيت الأول أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي ممكن تظهر بعض المسائل المالية أو تزداد أمور إلها علاقة بالراءة الأمور المالية بشكل سلبي خلال هذا اليوم فشوي يحتدوا ويعصبوا أو يتقلبوا للمزاج أو ممكن أنه شوي تتراكم عندهم بعض الديون أو يلجأوا للصرف بدون حساب بالفترة هاي أو تبذير الأموال أو ما بيركزوا على الأمور المالية بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بيدعمكم بشكل جيد على مستوى الاتصالات والنقاشات والحوارات وبرضو بساعدكم في إنجاز كثير من الأمور خلال فترة هاي عندكم قدرة عالية جدا على الإقناع وبرضو رغبة عالية جدا على أمور إنها علاقة بالاتصالات والمواصلات اللي عندهم امتحانات برضو الفترة هاي بيبدعوا لأنه القمر موجود في البيت الخامس فبيدعمكم بشكل قوي جدا على هذا الأمر أما بالنسبة للبيت الرابع فحكينا أنه هو تربيع معكم فهذا بسبب نوع من أنواع الإرباك على مستوى البيت والعائلة أو أجواء عائلية أو إشي بتعلق بأفراد العيلة أو إشي بتعلق في أمور للبيت من ترتيبات أو ترميمات أو تصليحات كلها أشياء بتيجي بشكل مفاجئ لإلكم وبكون فيها نوع من أنواع الإرباك أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا القمر موجود عندكم وهذا بيت حليف قوي لإلكم فعشان هيك اليوم بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم الفترة هاي مناسبة لممارسة نشاط فني بتتحسن الأجواء وترتفع المعنويات بشكل كبير فترة مناسبة للحوار والنقاش من أكثر أيام الشهر حض أهم إشي أنك ما تقف متفرج وتحاول أنك تكسب من هاي الفترة قدر الإمكان اسعى للمبادرة الأجواء رومانسية ودافئة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكينها جيدة وبتدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن تنشط بكثير من الأمور اللي إلها علاقة بالعمل أو المناقشات أو المقابلات أو تقديم فرص العمل برضو بتساعدك بشكل قوي وبرضو بتعمل نوع من أنواع الرقابة الصحية أو الإتمئنان الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء ما زالت تحمل نوع من أنواع التقلبات على المستوى العاطفي بالشراكي يعني مع الأزواج تحديدا أو بطريقة تعاملكم مع شركاء المال فممكن تعمل نوع من أنواع الاندفاع أو القرارات المفاجئة أو المغامرة التجارية أو المغامرة مع الشركاء في مسألة معينة فهذه الأمور دائما بتكون حاملة لنوع من أنواع المفاجئات أو الأشياء اللي بتيجي بشكل مفاجئ خصوصا المشاكل حتى بتيجي بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع روتينية خصوصا على طريق التعاملك مع الفواتير والالتزامات والأمور اللي إلها علاقة بالبنوك والضريبة والتأمين والأموال اللي ما بتعود لك يعني أشياء أنت بتكون كافة لناس فيها أو ضامن ناس أو أشياء إلى علاقة بمقرض ناس فلوس بتحاول أنك تحصلها بالفترة هاي فبتحمل لك برضو نوع من أنواع المفاجئات أما بالنسبة على البيت التاسع فهو قوي جدا على مستوى حضوض بمؤسسات تعليمية دورات الرغبة في الدراسة رغبة في دراسة موضوع معين النقاشات السياسية الفلسفية الدينية كلها هاي تقريبا بتكون ظاهرة وتضاغطة عليك بشكل كبير بشكل إيجابي ممكن تنشط بالحركة أو بالسيارة بالتنقلات ما بين المدن بشكل كثير كثير عالي وممكن برضو تعزز اتصالاتك مع أشخاص خارج البلاد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء برضو يعني هذا بيت السمعة وحكينا تربيع معاك فعشان هيك يبضغطك باتجاه تشويه السمعة يعني المغامرة والمجازفة والأشياء الغير مدروسة أهمش أنك ما تخالف القوانين ما تدخل بأشياء مشبوهة ما تجازف بسمعتك ما تحاول تدخل بخلافات مع زملائك أو رؤسائك بالعمل حاول قدر الإمكان تعمل نوع من أنواع المسالمة ما تتأخر عن دوامك وبرضو يعني حاول أنك أنت تكون منضبط أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد وبيدعمك على مستوى بيت الأصدقاء فبيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الأصدقاء وممكن مصالحة أو لقاء أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو بتنشط بعلاقات اجتماعية أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة وبتدعمك على إنجاز أعمالك ما بتخليها تتراكم عندك وبالمقابل عندك قدرة للرقابة الصحية أو مراقبة صحتك أو بداية برنامج تغذية أو مرياضية أو مر إلها علاقة بالحركة يعني الفترة هاي معززة لإلك بشكل قوي برج العقرب طبعا اليوم الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط عليك فعشان هيك بتعمل نوع من أنواع التقلب بالمزاج أو مسؤوليات أو أمور إلها علاقة بالضغوطات النفسية أو الرغبة بالانطواء أو عدم المشاركة أو عدم الاحتكاك الشوي بتعطي نوع من أنواع العصبية لأن القمر عامل تربيع معاك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء بتحمل بعض الفرص أو المكاسب المالية اللي إلها علاقة إما بتحصيل أو أمور إلها علاقة بالعمل الإضافي أو نوع من أنواع الهبات أو المساعدات أو الارتياح من مسألة مالية شوي بتكون صعبة في الأيام الماضية اليوم بتقدر تنجزها أو تريح بالك منها أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء ما زال فيها نوع من أنواع العصبية أو الحدية صحيح بتعطيك رغبة بالاتصالات والحوارات أو الاتصالات تحديدا ممكن تدعمك على مستوى التنقلات ولكن بيغلب عليك الطابع العصبي أهم مش أنك ما تتسرع وما تتهور إذا كان عندك مناقشة أو امتحان بدك تركز بشكل جيد بدون عصبية أو حدية أما بالنسبة للبيت الرابع فحكينا القمر موجود فيه وهو العلاقة بالبيت فعشانيك بيتركز كل اهتمامكم الفترة هاي أو الضاء الغالب على اهتماماتكم أمور إلها علاقة بضبط الشؤون البيتية والعائلية ممكن تجد تعاون من أفراد العائلة احمي وضعك الصحي من التقلبات والإنفعالات ممكن تهتم لأمر عقار ما اتجنب الانفعال والتسرع في إلقاء اللوم على الآخرين مزاجك بالفترة هاي بكون متقلب ومتجهم أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي فهبتحمل نوع من أنواع التقارب أو التلاقي ما بينك وبين الأحبة أو بين الحبيب تحديدا وممكن تعمل نوع من أنواع الانسجام بالعلاقة ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أو الإطمئنان على وضعهم أما بالنسبة للبيت السادس فكما حكينا أنه المريخ موجود في بيتك السادس فهو بيضغط على مستوى العمل صحيح ممكن يعطيك فرص إيجابية ممكن تتوظف بعمل جديد أو تنقبل بعمل جديد أو تقدم لعمل وصير لصالحك ممكن تنجز بعض الملفات أو المعاملات بجراء الفترة هاي ولكن بالمقابل بيرفع نسبة الخطأ اللي ممكن من التسرع ما تركز بالأمور اللي بتكون بين السطور وبرضو بتعملك نوع من أنواع التقلبات على المستوى الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى بيت الشراكي وتدعمك بقوة بالفترة هاي تعمل نوع من أنواع التقابل أو التلاقي ما بينك وبين الشريك فممكن اليوم تنسجموا مع بعض في مسألة معينة ممكن تحلوا بعض الأمور أو أنواع الترتبوا بعض الأمور اللي بتتطلب التعاون ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الزوج يعني تحمل إيجابيات رغم أنه ممكن يكون في بعض النقاشات الحادية أو السلبية إلا أنك أنت ممكن تتجاوزها بسهولة أما بالنسبة للبيت الثامن فهي بتدعمك على مستوى الأموال المشتركة فهي بتعزز قدراتك على تحصيل الأموال أو القروض أو الديون بالفترة هاي أو ترتيب وضع دفعات أو التزامات بسهولة بتقدر ترتبها أو الجدولها ممكن يكون لك بعض الاهتمامات أو بعضكم يكون له بعض الاهتمامات في أمور العلاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فما زالت الأجواء ضاغطة نوع من أنواع القلق بتعلق في أحد الأشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسألة متعطلة إلى علاقة بالدراسة أو بالسفر أو أوراق إيقامة أو أمور إلى علاقة بالأوراق القانونية أو المعاملات إشوي بكون في منها أشياء مربكة لإلك أهم شيء اللي عنده مناقشة أو امتحان بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى علاقاتك فممكن تحمل لك نوع من أنواع التقارب أو التلاقي ما بينك وبين بعض العلاقات ممكن يتوجه لك دعوة لمؤتمر أو حوار معين أو ندوة معينة ممكن يصير تعاون إيجابي ما بينك وبين زميلك أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيدعمك على مستوى أمور إلى علاقة بالصداقة فاليوم بتنشط إما بلقاء أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو بصير عندك اجتماع أو بصير عندك لمة معينة أو عزومة مثلا أو اهتمام بصديق بشكل مباشر أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فهو جيد وبيدعمك على إنجاز كثير من الأمور خلال الفترة هاي وبرضو بعطيك القدرة على الرقابة الصحية أو تراقب صحتك أو تهتم ببعض الشؤون اللي إلها علاقة بالمكملات بالأعشاب بالأشياء اللي من هذا القبيل برج القوس طبعا القمر اليوم موجود في بيت حليف لإلكم اللي هو في البيت الثالث اللي هو في الدرو فعشان هيك الفترة هاي بكون عندكو ثقة بالنفس عالية عندكو رغبة بالتحركات أو المكاسب برضو مشحونين بطاقة عالية جدا إيجابية عالية جدا يعني في أشياء بتساعدكم بكثير من الأمور بالفترة هاي بشكل إيجابي وبتدعمكم بشكل إيجابي ورغبي بالتغييرات حواليكم بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء المالية شوي بكون في منها أشياء مربكة ممكن مصاريف أو دفعات أو التزامات أو وضع مالي بكون مقلق بالفترة هاي عندكو رغبة بالمصاريف أو بالإصراف أو بشراء أشياء أنتو مش بحاجتها عاول تضبط أعصابك وما تتسرع في هذا الاتجاه وحاول إنك ترتب أمورك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد جدا فالغالب عليكم خلال الفترة هاي النشاط في مجالات العلاقة بالتنقلات والاتصالات واللقاءات بيكون عندكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتكثر عندكم التنقلات والزيارات وورشات العمل لحسن الحظ أنت بتتمتع بسرعة خاطر وبتقدر تتصرف بكثير من الأمور لكن بدك تسيطر على إنفعالاتك ممكن تضطر لتقديم المساعدة لأحد الإخوة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى البيت وبتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة صحيح أنه ممكن تظهر بعض المسائل المخلقة ولكن سهل جدا أنك تتجاوزها أو تحولها لتعمل روتيني يعني تنجزها بشكل روتيني بتكون لصالحك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي شوي مربكة بتسبب نوع من أنواع الحدية أو الغضب أو العصبية تجاه الحبيب ممكن تحاول الفرض السيطرة أو تحاول التحكم بالحبيب أو بأحد الأحبة الوالدين أو بأحد الأولاد حاول أنك ما تسيطر وما تفرض رأيك على أساس أن الأمور ما تنحسب ضدك بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ممكن تنشط بكثير من المسائل اللي بتتعلق بالعمل أو توقيع أوراق أو معاملات أو الاهتمام بشؤون صحية أو مراجعات طبية أو أمور إلها علاقة بالأدوية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء برضو جيدة على مستوى أمور الشراكة فهاي بتعزز بعض النقاط بشكل قوي جدا وممكن تعمل تلاقي ما بينك وبين الشريك صحيح أنه بتحمل نوع من أنواع الاستفزازات ما بين الأزواج تحديدا يعني ممكن يستفزك أو يحكي كلام شوي يأثر فيك أو أنه يتصرف تصرف ويستثنيك منه فهاي الأشياء ممكن تثير المشاكل ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء ما زالت ضاغطة على مستوى الأموال المشتركة فهي بتسبب لك نوع من أنواع الإرباكات على مستوى العقود أو الأوراق القانونية أو الأوراق المالية تحديدا أو أمور إلها علاقة بالضريبة أو تأمين أو أمور إلها علاقة بالبنوك أو تنشط بهذه المسائل بشكل كبير ولكن بتحس أنه في نوع من أنواع إنها مش مكتملة يعني بتحاول أنك تنجزها وخصوصا على أمور إلها علاقة بأمور القروض والديون أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن تحمل هاي الفترة يعني فرص لاتصالات بعيدة أو امتحانات أو مناقشات أو مقابلات أو الاهتمام ببرنامج تعاليمي أو ثقافي أهم إيش إذا كان عندك امتحان جامعي بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا روتينية يعني تقريبا بتنجز أعمالك بشكل روتيني ممكن يكون لك تعامل مع زميل أو مع رئيسك بالعمل بشكل مباشر وممكن يجيك بعض الأعمال اللي شوي تطلب منك سرعة بديهة عالية أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء بين الأصدقاء ممكن يعني هي روتينية ولكن في ساعات المساء ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو نوع من أنواع إيش الإجتماعات الإيجابية أو تفقد صديق أو أنت تتفقد صديق أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء برضو بتدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أو الرقابة الصحية أو أدوية أو مراجعة طبيب برج الجدي طبعا بالنسبة لموليد برج الجدي اليوم الأجواء أحسن شوي نفسيا أحسن مشحونين بطاقة أحسن برضو يعني بتدعمكم على المستوى النفسي ممكن أنه تكونوا مشحونين بطاقة إيجابية عالية أو بتقدروا تشحنوا حالكوا بطاقة إيجابية وتنجزوا كثير من الأعمال خلال هذا اليوم ولكن أكثر إشي بتركز عندكم اللي هو البيت الثاني بما أنه القمر موجود فيه فعشان هيك الاهتمامات بالفترة هاي بتكون على المستوى المالي يعني بكون عندكم نشاطات مالية بشكل كبير فالفترة هاي بتحمل فرصة لمكسب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من أي خطوة مالية جديدة خففوا من النفقات ممكن تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية اعمل بجدية ونظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة أما بالنسبة للبيت الثاني فاللي إحنا ذكرناه أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا برضو بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات عندك سرعة بديهة عالية تقدر تنجز كثير من الأمور والأعمال خلال هذا اليوم صحيح أنه أنت مشحون بشوية عصبية أو حدية أو تسرع في اتخاذ القرارات إلا أن الفترة هاي برضو بتدعمك بشكل إيجابي وممكن تحقق من خلالها مكاسب اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع فهو بحقق إنجازات على مستوى البيت أو أمور إلها علاقة بأفراد العائلة أو إنجازات إلها علاقة بالصيان أو الترتيب أو اهتمامات عقارية أو ممكن تظهر مسألة عقارية بشكل إيجابي اليوم يعني إما تسوق العقار أو تبيع أو تغير أو تستأجر كلها هاي أمور جيدة أما بالنسبة للبيت الخامس فهو بدعمك على المستوى العاطفي يعني بيظهر بعض المفاجآت اللي إلها علاقة إما بالتلاقي أو التقابل ما بينك وبين الأحبة ممكن بعض المساعدات أو المناقشات أو الأمور الإيجابية اللي تدعم من علاقتك بالأحبة وخصوصا الحبيب الأبناء أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تدعمك بشكل قوي على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال الفترة هاي ممكن يكون لك بعض الاهتمامات في أمور إلها علاقة بعمل بكون صعب وصعب أنك تنجزه بالفترة الماضية اليوم ممكن تنجزه وبرضو اهتمامات على المستوى الصحي ممكن تطمئن من مسألة صحية أو تكون متوسوس من مسألة واليوم تظهر نتائجها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فما زالت الأمور ضاغطة على مستوى الشراكي خصوصا الشراكي المالية أو العاطفية فهي بتسبب نوع من أنواع التوتر أو الحدية أو القلق أو الاستفزازات ما بينك وبين الزوج يعني شوي ممكن يفتح مواضيع قديمة أو يراجعك في مسألة معينة يعصبك على مسألة معينة بدك تشحن حالك بطاقة إيجابية وفي المقابل ما تدخل بمواجهات حدي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء داعمة وبتساعدك على مستوى الأموال المشتركة فممكن تنشط ببعض الأوراق القانونية أو المعاملات ممكن تحل مسألك كان صعب أنك تحلها إلها علاقة في البنك أو الضريبة أو التأمين أو تساهم في تعديل بعض الالتزامات اللي إلك أو تحصيل بعض الأموال اللي ممكن تساعد في دعمك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الأمور اللي إلها علاقة بالدراسة أو المؤسسات التعليمية كلها هاي بتتعامل معها بشكل روتيني ممكن تظهر بعض المسائل القانونية خلال هذا اليوم ولكن بالنهاية هي بتكون إيجابية مش سلبية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة فبتدعمك تعمل تقارب ما بينك وبين بعض الأشخاص أو العلاقات وممكن يكون لك تعاون ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل وهي بتدعمك بقوة وممكن تنجز بعض الأعمال المشتركة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو روتيني يعني بتتعاملوا مع أصدقائكم ولقاءاتكم وحواراتكم بشكل روتيني بدون لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط فعشان يكي شوي بسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو ظهور بعض الأوجاع أو الأمراض أو الاهتمامات الصحية ممكن يراكم عندك بعض الأعمال ما تقدر تنجزها بالكامل ممكن شوي تستاء لتأجيل عمل أو للمماطلة بأمور إلها علاقة بالعمل أو الصحة برج الدلو طبعا القمر مما أنه صار واصل عندكم الآن فهو بشحنكوا بطاقة قوية جدا فبتكونوا ممتلئين نشاط وحيوية وعندكم قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها شعبيتكم في تصاعد بتكون مستعد للتحرك في كل الاتجاهات ممكن تتسلط عليك الأضواء أو على قدراتك وممكن تنطلق بحماسة وعزيمة كبيرة فترة إيجابية وممكن ترغب في التغيير واقتحام مجالات جديدة طبعا بما أنه القمر عندك في البيت الأول فأكيد النتائج إيجابية والتغييرات رح تصير ملحوظة بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا داعمة على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالأموال فممكن اليوم تنجز بعض الأعمال أو تظهر بعض المسائل المالية اللي تكون شوي فيها نوع من أنواع الإيجابية أو المساعدة أو تعطيك أمل للفترة القادمة ممكن تحصل بعض الأموال من عمل إضافي أو نوع من أنواع السداد أو الاهتمامات بالشؤون المالية ممكن هبات مساعدات نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك تعطيك نشاط عالي جدا اليوم ورغبة بالاتصالات والحوارات والتنقلات لأكثر من مكان ممكن برضو تنشط بأمور إلها علاقة بالنقاشات عندك سرعة بديهة عالية جدا 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 لدرجة أنه أنت ممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك ولكن بدك تضبط أعصابك وعصبيتك أهم شيء أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت بتدعمك وبتعمل تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن مصالحة ممكن اهتمام بشأن عقاري أو أمور بيتية أو مستلزمات للتصليح للترميم ممكن نقاش حاد عائلي تدخل فيه أنت فتقدر تحط الحلول أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء برضو بتضغطك على المستوى العاطفي بشكل إيجابي فاليوم بتحاول أنك أنت تتقرب أكثر من الحبيب ممكن يعني تبالغ بعملية الاهتمام ممكن تبالغ بعملية النقاش أو الإقناع ممكن تبالغ بعملية أنك أنت تتودد للأحبة تحديدا أما بالنسبة للأبناء والأحبة مثل والدين فأنت بتتعامل معهم بشكل روتيني ممكن تحمل لك نوع من أنواع المصالحة أو التقارب أما بالنسبة للبيت السادس فما زالت أجواء الضغط على المستوى العملي عالية جدا بالفترة فهي بتراكم عندك بعض الأعمال أو بتحمل لك نوع من أنواع القلق على مسألة إلها علاقة بالعمل وممكن برضو تعب صحي أو أنك تهتم بالشؤون الصحية بشكل كبير أو مراجعات طبية أو أمور إلها علاقة بالمستشفيات الفترة هاي فيها نوع من أنواع الضغط الكبير على الصحة وعلى العمل أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة وبتدعمك خلال اليوم على المستوى اللي له علاقة بالشراكي يعني الشراكي المالي والعاطفية وبتعمل تقارب ما بينك وبين الشركاء ممكن تحمل مصالحة أو نقاش أو حوار أو أمور إلها علاقة بالمرافقة مثلا بفكرة معينة أو يرافقك في مشوار معين ولكن الأهم إذا وجه إليك انتقاد أو نقاش ما تحتد وتعصب أو تكبر الأمور ممكن بعقلانية حل هاي الأمور أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء ضاغطة برضو على مستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم تظهر بعض المسائل المالية أو المطالبات أو تأجيل لقرض معين أو لمساعدة أو تحبط من مسألة معينة إلها علاقة بالأموال المشتركة ما يعني ما تزعل كثير الفترة اللي جاي حاملت لك مفاجآت بس هي مسألة وقت إن شاء الله وكل الأمور بتصير لصالحك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء برضو روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة يعني بتتعامل عن مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصلك مع أشخاص خارج البلاد بشكل روتيني ممكن يصلك خبر شوي يزعجك من أحد الأشخاص خارج البلاد أو تهتم أو تنهمك في أمور إلها علاقة ببضاعة أو أوراق إلها علاقة بمؤسسة تعليمية أو أمور إلها علاقة بالدراسة شوي تقلب المزاج عندك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى علاقاتك وبتقارب ما بينك وبين بعض العلاقات ممكن يصير فيه عمل مشترك اليوم لإنجاز بعض الأعمال أو التعاون مع زميل أو مع رئيسك بالعمل لإنجاز بعض الأمور أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فما زال شوي فيه نوع من أنواع الضغط ممكن تستاء من تصرف صديق أو إهمال أو تدخل في شؤونك فشوي هاي الأشياء ممكن يتعصبك ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وممكن تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا ما زال فيها نوع من أنواع الضغط فعشانك ما تعتمد على الحضوظ وبرضو ما تترك الأمور إنها بتنحل حالها وخصوصا أمور العمل وخصوصا أمور الصحة اللي بحاجة دائما لا تواجدك ولا تدخلك ولا شؤونك بشكل إيجابي في هذه المواضيع برج الحوت طبعا الفترة هاي معروفة إنها فترة ضاغطة لأنه القمر لسه موجود في بيت متاعبكم فعشان هيك بتلاقي فيه نوع من أنواع التوتر على المستوى النفسي فبتلاقي فيه تقلبات بتلاقي فيه حدية بتلاقي عندك هيك ارتخاء أو تشتت فكري مش قادر تركز على كل المواضيع مع بعض شوي فيه نوع من أنواع العصبية والحدية بتظهر عليك أو الإهمال بشؤونك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة وبتدعمك بشكل قوي على مستوى الأمور المالية فممكن تتحرك بكثير من الاتجاهات ممكن تحصل بعض الأموال أو تهتم ببعض المكاسب أو المستردات المالية أو الهبات أو المساعدات ولكن بيكون عندك نوع من أنواع العصبية إما بالمطالبات المالية أو التحصيلات المالية أو أمور إلها علاقة بالمستردات المالية فممكن أنت تعصب على الأشخاص اللي أنت مدينهم وما بتقدر تحصل منهم بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني تقريبا بتحمل نوع من أنواع التقلب على مستوى تنقلاتك واتصالاتك بالفترة هاي فممكن تهفت الأمور هيك ما تقدر أنت تنجزها بالكامل أو ما يكون عندك رغبة بالاتصالات كثيرة أو تقتصر الاتصالات على أشخاص معينين أو تتهرب من بعض الأشخاص يعني ما عندك حتى رغبة للنقاش لأنه إذا دخلت بنقاشات ممكن تتعصب أو تحتد يعني الفترة هاي بدها شوية تركيز وما تترك العصبية تسيطر عليك أهم شيء اللي عنده امتحان أو عنده مقابل اليوم بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت يعني بتدعمك وبتقارب ما بينك وبين أعمالك المنزلية فممكن تتقارب أنت وأفراد العائلة أو تتلاقوا على مسألة معينة أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة عائلية أو لقاء معين ممكن تهتم ببعض الشؤون اللي إلها علاقة بالترميمات أو التصليحات أو العقارات أو السكن أو الترحيل من مكان لمكان أو الزيارات العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء ما زالت ضاغطة على المستوى العاطفي فعشان هيك بتسبب لك نوع من أنواع التوتر أو الحدية أو المشاكل أو التقلب المزاج أثناء التعامل مع أحد الأحبة ممكن شوي هيك يصير في خلاف سريع ما بينك وبين الحبيب وممكن تستاء من تصرف أحد الأبناء وتحاول أنك تعالج المسألة أو أنه قلق على مسألة إلها علاقة بالحبيب اللي هو أحد الأبناء فأنت يظلق قلقان ومشوش الفكر أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء يعني تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أو المراجعات الطبية أو الاهتمام بصحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي تقريبا يعني بتحمل نوع من أنواع الضغوط برضو فهي بتسبب توترات أو تقلبات بالمزاج أو حدية أثناء التعامل مع الشركاء وخصوصا مع الأزواج فممكن تعصب أو تحتد أو تراجع بقرارات كان ما يحاكي لك أنه هو بده يعملها أو أشياء كان بده يعملها وتراجع عنها أو انشغل عنها فهي تخليك تحتد وتعصب بالفترة وممكن تكبر الخلافات ما بينكم إذا ما مسكت أعصابكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين أو المعاملات المالية فممكن تنشطوا بحل بعض المعاملات أو التوقيع أو ترخيص أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ما زالت ضاغطة على أمور إلها علاقة بأشخاص خارج البلاد أو أمور إلها علاقة بالدراسة أو الاهتمامات التعليمية أو وثائق أو معاملات قانونية اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم أو عنده دراسة أو مراجعة لمؤسسة تعليمية بده يركز بشكل جيد بالإشي اللي بده إياه وما يعتمد على الحضوض لأنه هاي الفترة برضو بتحمل نوع من أنواع المفاجآت أما بالنسبة للبيت العاشر فما زالت الأجواء على مستوى بيت السمعة فيها نوع من أنواع الارتباك حاول قدر الإمكان أنك ما تغامر بسمعتك ما تدخل بأشياء مشبوهة ما تخاطر ما تجازف ما تخالف القوانين ما تتغيب أو تتأخر عن دوامك وما تدخل بخلافات أو صراعات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء جيدة وبتدعمك فبتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين بعض الأصدقاء ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تهتم بشكل مباشر بأحد الأصدقاء لمساعدته أو لطلب منه المساعدة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة فهاي بتساعدك على إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة ممكن تهتم ببعض الشؤون اللي إلها علاقة بالعمل أو الصحة أو الأمور اللي إلها علاقة بإنجاز بعض الأمور أو يعني تنكشف لك هاي الفترة عن أشخاص يعني كانوا يتقمسوا شخصية الصديق ولكن بالمحصل هم أعداء أو بكيدوا لك أو بتآمروا عليك بالخفاء هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء